السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نبلش به نهايات دروس التأسيس بس بدي أحكي بلاحظة مهمة بصراحة عن موضوع التأسيس اللي الكل بيحكي عنه موضوع التأسيس هو منضوع انطلاقة لاحظ إحنا كل قاعدة رح تمرق معنا بالمادة رح نرجع نحكي التأسيس اللي بيخص هاي القاعدة يعني مثلا جينا على قاعدة توقع كلكم بتعرفوها simple past رح نحكي الأشياء الخاصة بهاي القاعدة بالقاعدة يعني رح يرجع ينعاد لك هذا التأسيس بشكل مفصل أكثر لما تيجي تأخذ المادة نفسها لأنه مثلا أنا لابدي أخذ القاعدة لا والله أستاذ يحكي لي تأسيسها معها عشان ما أنساه عشان لما أجي أدرس أدرس معها طب بلك يا أستاذ ما بدي أدرس وبتكون أنت فهمت هذا الحكي ما بتحتاج تدرسه إذن بتقلل من وقت الدراسة اللي خاص فيك على بعض القاعد وبعض المفردات وإلى آخره اليوم رح نحكي عن إضافات إضافات على بعض الأشياء بسميهم يعني أشياء بنضيفها بالقواعد ببعض القواعد خليني أشوف أول إضافة معنا شو هي اللي بدي أحكي عنها هي إضافة أس أو إي أس على الكلمة لاحظ أنا ما حكيت على الفعل هي على الكلمة طيب يا ترى شو الفكرة بإضافة الأس أو الإي أس على الكلمة الإضافة الأس أو الإي أس على كلمة تطلع إحنا بنضيفها للفعل إذا انتهى الفعل أو إذا كان الفعل بالزمن المضارع البسيط البرزن تسامبل يعني إحنا بنضيف أس أو إي أس على مين على الفيرب جميل إذا ضفنا أس أو إي أس مهم الحكي هذا والله العظيم إنه مهم أس أو إي أس على الفعل إذن السبجكت اللي قبله سبجكت مفرد يعني الفاعل حيكون شو مفرد يعني هم بنضيف الأس والإي أس على الفيرب إذا كان السبجكت سينجلر إذا كان السبجكت مفرد وهذا من الأشياء المسلم فيها بالإنجليزي طيب بنضيف برضو الأس أو الإي أس على الإسم ليش؟ عشان نعملو شو؟ جمع طيب ماشي شي سبيكس طلع شي سبيكس هي بتحكي لأنه هي مفرد ضفنا أس على الفعل جميل؟ تمام باق شنطة اجمع لي إياها يا أستاذ بتحكي شو باقس إذن الأس على الفعل فاعل مفرد الأس على الإسم صار هذا الإسم جمع يلا نضيف إي أس متى؟ متى بالأحرف اللي ما بوزبط نضيف لهم أس لأنه هي أصلاً فيها صفير زي الأو زي الز زي الأكس زي السي أتش زي الأس أتش زي الدبل أس هدول بنضيف لهم إي أس باقي الحروف أو باقي النهايات بنضيف لهم أس لاحظ أصديقي الطالب الفيكس هاي منتهي بأكس بضيف لها شو؟ إي أس بتصير بيصلح هي بتشوف فإذن بضيف أس فقط لأنه ما في عندي من هاي الحروف ما في أو ما في ز ما في أكس ما في سي أتش ولا أس أتش ولا دابل أس عندي برضو الفعل بلاي يا أستاذ في أحياناً اسمعنا إنه الواي راحكي عنها والله راحكي الفعل المنته بواي شو بيصير عليه بس مبدئياً البلاي هون شو بتأخذ أس؟ كاتش لأنها منتهي بإي أس بنقول كاتشز يمسك جو لأنها منتهي بأس بتصير جوز دو لأنها منتهي بأس بتصير داز ولاحظ الدو والداز حكينا عنهم كتير واحدة مع المفرد وواحدة مع الجمع إضافة الآين جي إضافة الآين جي على الفعل يعني برضو أنا بضيف آين جي على الفعل لما يكون الفعل مستمر ها؟ هاي محلومات أنت المفروض لما تنعاد لك بالمادة تكون زي إشي مرق عليك هذا الإشي اللي إحنا بدنا نوصل له لما أضيف على الفعل آين جي هو بيكون واحدة من تنتين إما يكون الفعل كونتينيوس مستمر هي بتعمل أو يكون جرند المصدر يعني إضافة الآين جي مهمة جدا رح تشوفها كثير بكثير أماكن بكتابك أو بالدوسية إن شاء الله رح تدرسها لها إذن تهل فعل بإيه يا صديق العزيز مسبوقة بحرف صامت طب طب تمام إذن مدام في حرف صامت إذن في حرف صائت يعني في فاول في حرف علة شو هي حروف العلة؟ شو هي الفاولز؟ حروف العلة الفاولز يا صديق العزيز هم خمس حروف الأي والآي والأو والإي واليو طب كيف نختصرهم زي زمان هاي الأو؟ أزبط الأو اللي هي الوجه الأي العيون الأي المنخار اليو الثم والإي الذن وابن بين بهلوان هذا من منخاره ترى منخاره طويل طيب إذن هاي الخمس حروف تبعت الفاولز تبعت الأحرف اللي بنسميهم صائتة الصامت هو مش صائت يعني باقي الحروف طيب ليش بسموهم صامت؟ عن دردش ليش بسموهم حرف صامت؟ ولش صائت؟ صائت لأني بحكي أو إي يعني بتطلع صداء اطلع بكاردور بمكان فيه هيك بطلع صداء وحكي حرف ال P H ما بطلع معك صوت صداء هون حرف صائت وحرف صامت Vowels and consonants طيب بنضيف إذا كان الفعل بنتهي بإي وما في قبله فاول بتحذف الإي وبتضيف إن جي مثل الفعل ميك هاي ميك صح؟ هاي الإي يا حبيبي في قبلها فاول؟ لا في قبلها إيش من الوجه؟ لا شو عملنا؟ شو عملنا الإي لما ضفنا الإي نجي بيجيك واحد للأسف بتسلق عليك وبقول لك يزم ما هو جاي يضع دائرة لامتحان طيب ما في رايتنج بدك تكتب موضوع بدك تكتب رايتنج كيف بدك تكتب رايتنج إذا ما بتعرف هاي الأشياء الأساسية؟ كيف بدك تجيب علامة وتفلل بالرايتنج إذا بتغلط بإضافة الإي أو بإضافة الإي نجي ما بيصير هاي الأشياء الأساسية بدنا نعرفها وندخل للمادة متمكنين مش ضعاف نأخذ أشياء بس هيك نقرأ أشياء بسيطة لا هاي الأشياء سهلة وبسيطة بس إذا دخلت عرفها راح تغنيك عن أشياء كثير وعن أخطائي كثير طيب يلا نكمل تيك نفس الشي تيك هايها تيك تيك بنحذف الإي وبتصير شو؟ تيكن طيب شوفوا الفعل سي هاي فعل سي مزبوط؟ الفعل سي بدي أضيف لو آين جي seeing ما حذفت الإي لأنه في قبلها فاول القاعدة الثانية بإضافة الآين جي وإذا سبق الحرف الأخير سبق الحرف الأخير يعني قبل الأخير فاول حرف علا واحد مش حرفين بنضعف الحرف الأخير وبنضيف شو آين جي يلا مثل ديك يحفر ديك طلعوا حالحرف القبل الأخير شو هذا الحرف؟ فاول بندبل الأخير وبنضيف آين جي اسوام نفس الشي شو في قبل الأخير؟ آي بندبل الأخير وبنضيف آين جي طب لك يا أستاذ بندبلها لا في عنا تو فاولز زي كمان مثلا شوت أدبل الأخير لا لأنه في عندي تو فاولز في عندي حرفين طيب شاوت شو الفرق بين شوت و شاوت؟ شوت بشوت أو بطخ شاوت بصرخ طيب يلا حرفين علا بدبل الأخير؟ لا في فعل زي الفعل فكس شاذ هذا الحرف عمرك شفته حرفين إكسيتين بجنب بعض بنكسيتين مستحيل بتدبلش حتى لو كان في عندي آي قبله فبقول فيكسينغ ودير بالي على هاي الملاحظات البسيطة وهون يعني تقريبا الأشياء البيسيكس قربت أو شارفت على الانتهاء وما تنسى عمرك كل قاعدة رح تخدها رح نمشي فيها تكة تكة حبة حبة ونأسس كل إشي لهاي القاعدة يعني أنت ما رح تأخذ القاعدة أنه يلا ارجع للتأسيس لا طبعا إذا عرفت التأسيس بتريح حالك كثير مباشرة بتدخل بالقاعدة بجو القاعدة إذا ما عرفت التأسيس بدك ترجع تأخذه مرة ثانية وإذا بتعرف وعدت إليك بثبت كمان فدائما وأبدا أتمنى لجأنكم نجاحا يبكيكم فرحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته